السلام عليكم اخوان مرحبا بكم في فيديو جديد فهذا الفيديو ان شاء الله سنشوفه معكم مفهوم الاخر من الزعوات البشري اللي هو المفهوم ديال التاريخ هذا المفهوم هذا خاص غيب للناس ديال الادب ولا العلوم الانسانية يعني الشعب العلمي يرى ما كيقراش بالنسبة لهذا المفهوم هذا في ثلاثة المحاور الاساسية اول محوى المعرفة التاريخية المحوى الثاني التاريخ وفكرة التقدم ومحوى الثالث و الاخر اللي هو دور الانسان في التاريخ بالنسبة المحوى الاوليى كيهمنا عادنا رضيلي ما هو المعرفة التاريخية غادي نحاولو و�를 tun 모لم جيش الحويج إما المعرفات التاريخية كدقون موضوعية ولا كدقون داتية يعني لا تضبطيها الجيش الحويج هذه رح تتفهم محوى محول ذيلك ان شاء الله لان كيني الفلسيفة اللي اقولني بان المعرفة التاريخية هي معرفة موضوعية وكان الفلسفة اللي غاي جاوبوهم وغاي ردو عليهم ويعرضو عليهم اللي غاي قولنا بأن المعرفة التاريخية معرفة داتية ماشي موضوعية ان شاء الله مني غان شرح لكم محور غان عرفوا الفرق بينتهم شنو كان عنيو بالموضوعية وشنو كان عنيو بالداتية دابا غان بدو المحور دينا اول حاجة خسنا نشوفو من المفهم فلسفية غان بدو بمفهم المعرفة هاد المفهمة دا كل نديجة شفنا في معرفة الغير وقلنا بأنه وفعل توجيه العقل للإحاطة بموضوعات شنو المعنى ديلا هذا المفهمة دا هو أننا فاش كان بغيون نفهمو واحد ظاهرة واحد الموضوع اللي كان بغيون ندرسوه كانستعملو العقل هاد العقل هاد بواسطته كانوصلو الواحد النتيجة يعني بالعقل كانوصلو الواحد النتيجة اللي كانسميوها بالمعرفة لأننا كانفهمو دا كل موضوع وادا دوك هذا هو المقصود بمعرفة بالنسبة للمفهم ديالتاريخ هو مجموى من الأحداث والواقعي في الزمن الماضي وفي علاقتها بالإنسان كل منه وما يمكن أن يحدد لآخر بمعنى التاريخ كيكونو فيه مجموى من الأحداث والواقعي لكي تكون ديشه وقعت فة زمن الماضي يعني أي حاجة وقعت فزمن الماضي كنسموها تاريخ كنعتبروها من تاريخ واي بلد واي مجتمع الاخداد التاريخية الخاصة تدلام واحدة تاريخية العالمية نعطيلمorient الاحداث الوطني هذاه كانت بعد اشتركA اعتبرو احداث وطني لانه عاشو من نفس واحد Kobe ماضي. دونك خلاصات تاريخ كي تعتبر اي حادث اوقع في واحد زمن ماضي. بالنسبة للتساؤل اللي خسنا نجاوبه عليه في هذا المحور هذا. المعرفة التاريخ معرفة علمية موضوعية ام داتية. بما انا غد نحاولو نعرفوش معرفة التاريخ كتكون موضوعية ولا كتكون داتية. واحد الحاجة سيكون تركزو عليها وتقلو عليها بان فاش كتسمعو معرفة علمية كتعرفو بانها موضوعية. علاش? لان المعرفة الموضوعية هي اللي كتعتمد على واحد المنهاج علمي دقيق. دائما الموضوعية كتكون مرتبطة بالعلم. والداتية العكس. الداتية ذاك الشخص اللي كي حاولي يعرف ذاك التاريخ كي حاولي يدخل ذاك ديالو. انا نعطيكم ادشي بالامتلة باش تفهمو. كمثال حدد تاريخي اللي هو الضيناسورات. كنا عارفين بان الضيناسورات عاشت في واحد العاصل. باش نعرفوها موضوعيا يعني نتبعوا المعرفة الموضوعية. كيفاش خسنا نعرفوها? خسنا نتبعوا واحد لمنهج علمي. بمعنى خسنا نجيبو شي حاجة اللي كتبت بان هادوك الديناصورات را كانوا عايشين في واحد العاصل. بحال الاغطار ديلهم. مثلا الاغطار كنشدوها وناخدوها وكندوها المختبرات ونديرو تجارب علمية ونحاولو نحللو ونحاولو نحققوه حتى كنوصل الوحد الناتجة اللي كتقولنى بان هادوك الديناصورات را عاشوفو واحد العاصل. هالعمر ديلهم هالطور ديلهم. ذوك عن طريق العلم. الداتية اللو. الداتية كتعتمت فقط على السرد الواقعي والأحداد. بحلقة اسماتها للكتوب والرواية اللي كتقرأ. كتلقوا مكتوب واحد الرواية مكتوب فيها الأحداد التاريخية. ذوك هادوك الأحداد مختصين غيب الداتية ما عندهم مش علم. ما كينشي حاجة من الموسى شي يحججوا لدلائل اللي كتبي لنا بانه را داك لحادات راوقع. داك صاحب اللي كيتابه ورواية كياخد استيله ورقة وكيبدأ كيدون كيكتب. ذوك فاش كيتبع داك الداتية ديالو كيحاول يدخل الدات ديالو ما كيكوش محيط. لان ما عندهم شي حاجة من الموسى ما كينشي علم. هو واحد المناعج علمي اللي كيتبعه باش كيبي يليك بالوثائق بالحجاج بالعطار بالدلائل بانه را داك لحادات راوقع. ذوك الموضوعية كتعتم دا الواحد المناعج علمي. الداتية كتعتم دا فقط على سرد الأحداث والواقع اللي وقعت في واحد الزمن ماضي. كل فالسوف غييتفق مع واحدة كي لا يتفق مع الموضوعية كي لا يتفق مع الداتية. دا بغا نشوف للموقف ديال الفلاسيفة غنبدو بموقف الاول ديال ابنو خالدون. هاد ابنو خالدون كي يقولن بانا المعرفة التاريخية هي معرفة موضوعية. لانها كتعتمد على واحد المنهاج علمي. بمعنى كي يقولن باش نعرف واحد الحادث التاريخي خاسنا نقلبولي على الوثائق والحجاج والدلائل ديالو. لكتكون من الموسى العطار. مو يمحويج لي كي يبينو لنا بانا نفغي مورا داك الحادث التاريخي روقع. واضح. ماشي غنش دو ريوا يوم دون نقراها وانطيقو ديك اللي قال لنا داك المؤرخ. المؤرخ شنا هو المؤرخ هو داك السيد اللي كي يكتشف التاريخ. كنسميه بالمؤرخ. جاية من التاريخ او التاريخ. صافيه اخوان. دوك المعرفة التاريخ حسب ابنو خالدون هي موضوعية لانها كتعتمد لواحد المنهاج علمي. وكي يقولن بانها نظرا عقليا في احوال الذين عاشوا قبلنا. بمعنى باش نعرفو هات الحادث التاريخي خاصنا نستخدمو العقل دينا. استخدمو العقل ونديرو التحقيق دينا باش كنوصل الوحد نتيجة. لان داك الاحداث تاريخية ما عاشناش هنا عاشو هالنس اللي قبل منا. كذلك يقولن تحليلا لي افعالين بمعنى خاصنا نستعملوا التحليل لدوك الاحداث. وحوادثهم عن طريق استعمال المعيارة العقل والحكمة. باش نحلوه سنستعملوا شوش تلعواج العقل والحكمة. ماشي غينجيون بدون ونقولوا ان هاد التاريخي روقع. غنحاول نعطيكم جمع من الجومة لكي يلخصوا لكم هاد الموقف دينا الفيلسوف اللي ممكن استعملوهم باش انكم تكتبوا الموقف ديركم. المعرفة التاريخية معرفة موضوعية. المعرفة تاريخية تقتضي اتباع منهج علمي. المعرفة التاريخية ليست سرد الاحداث والواقع والاخبار والايام. بمعنى ماشي داتية وانما هي موضوعية. لان الداتية قلت لكم هي سرد الاحداث والواقع والاخبار والايام. ده بغن مشو الموقف التاني ديال هينيري مارو. اد هينيري مارو كيت تعتبر كذلك بحالو بحالبنو خالدون. لانه كي قلنا بان المعرفة التاريخية هي معرفة موضوعية. لانه بطبيع الحال كتعتمد له واحد منهج علمي اللي كيكون دقيق وصاري. كي قلنا بان المعرفة التاريخية ليست عملا ادبيا او وصفا او اعادة كتابة. بمعنى ما كنشتوش دك الحادث التاريخي وكان عاودو نكتبوه بوحد العمل ادبي ولكن حاولو نوصفو دك الحادث بالكتابة ديانه وبالافكار ديانه. هو كيرفض لنا هادشي. بحالو بحالبنو خالدون كيف ما قال لنا بنو خالدون? قال لنا بانه من ضروري قصنا نتوقفوه لسرة الاحداث والواقع والاخبار والايام. هنيري مارو كي قلنا بان المعرفة التاريخيا ليست عملا دبيا او وصفا او اعادة كتابة. بمعنى شي داتية وانما موضوعها لانها تعتمد الوحد منهاج علم دقيق. سفي? هذه الجملة هادو مالي غيساعدوكم انتكن معرفة تاريخية معرفة موضوعية انتكن معرفة تاريخية تقتدى اتباع منعج علم دقيقue وصاريم. انتكن معرفة تاريخية ليست عملا دبيا او وصفا او اعادة كتابة. كخلاصة لجوجة المواقف اللي شفناه إن فو كتسمعوا العلم ركا تربطوه بالموضوعية كتسمعوا سرد الأحدث والواقع أو التدوين أو الوصف أو إعادة الكتابة كتعرفوها بأنها هاداتية مشي الموضوعية مشي ممكن لكم ديكسات فرقة بنادو مشيو دابا الموقف الأخير ديال جرانجي هذا غادي عارض لنا الموقف الأول دير بنو خالدون وكذلك مارا لأنه وغي يقولنا بأن المعرفة التاريخية هي معرفة ذاتية مشي موضوعية لأنها تعتمد للاسرد الأحدث والواقعية ذو جرانجي كيقولنا بأن المعرفة التاريخية كإعادة لبناء الماضي وكإدولوجيا بمعنى كنجيبوا داك الحادث التاريخي وكنحاولوا نجددون ونعودون بنيوه بطريقة نحن بالإدولوجيا ديالنا بالأفكار ديالنا الإدولوجيا شنو المعنى ديالها هو واحد العلم اللي كي يهتم بالأفكار يعني علم الأفكار أنا نعطيكم مثال مثلا دوك الإشارات اللي كتشوفوا في التلفزة ديالكم كي يبينو لكم بعض الأخطرات شي برو دويات كيتباعوا ولا شي حاجة اللي كي يحاولوا يقنعوكم بها وخدكن الكاليتي ديالهم ناقصة بمعنى كيلعبو لكم بالإدولوجيا ديالهم بالأفكار ديالهم يعني والإدولوجيا هي واحد طريقة ديال التفكير كي يحاولوا يصفتو لكم واحد الميساج بدون أنكم تفهموه يعني بطريقة غير مباشرة كتقتنعو به كي يحاولوا يقنعوكم هذه الشراء كنشوفوه في الجورنالات كنشوفوه في الإشعارات دوك دائما كتشوفوا هذه القادية هذي كي يبغوا يلعبو لكم على الفكر ديالكم بالإدولوجيا الخاصة بهم وما كي يقنعوكم بالتالي ذاك اللي غادي شدوا واحد الورقة وسيلوا وغادي يديروا واحد الكتاب ويكتب أحداث تاريخية غادي يكتبوا بالإدولوجيا دياله وبالأفكار دياله غادي يحاول يعطيكم ميساجات باش يقنعكم باللي را ذاك الأحداث التاريخية را بساعة وقا صفي يا إخوان ذاك التاريخ هو فن من الفنن التي تم يستقفع الإنسانية هلاش اعتبرنا فن من الفنن؟ اللي أنا وكث ما قلت لكم هو عبارة عن سلط الأحداث والواقعي بمعنى ذاك بحل آدابي كي يحاولي يكتبو بأسلوب آدابي دوك هادو جو ما اللي غادي سيلو عليكم مراجعة المعرفة التاريخية معرفة ذاتية المعرفة التاريخية كعادة لبناء الماضي وكإدولوجيا تاريخ وفن من الفن التي تم يستقفع الإنسانية موسيقى السلام عليكم إخوان مرحبا بكم في فيديو جديد فهذا الفيديو إن شاء الله غد نكملوا لكم مفهم ديال التاريخ وغنشوفوا المحور الثاني ديالو لهو التاريخ وفكرة تقدم دابا غنشوفوا المفهم فلسفية عدنا أول مفهم لهو التاريخ أراضي جا كنا شفناه وكنا بأنه مجموعة من الأحداث والواقعية في الزمن الماضي وفي علاقتها بالإنسان كل منهما يمكن أن يحدد الآخر بمعنى التاريخ هو وقع الأحداث والواقعية لكوقعات في واحد الزمن الماضي كنسمى هو من التاريخ كالتعتبر من التاريخ دابا غنشوفوا المفهم الثاني ديالنا اللي هو التقدم وقنا بأنه صفاء يمكن أن ترتبط بمجال ما العلم مثلا كل تغير أو تطور يلحق مجال ما كمي أو كيفي إيجابي أو سلبي بمعنى التقدم هو التغير والتطور اللي كيوقع في واحد الماجن غيب الداريج أنت مثلا كيجي عندك واحد صادق كيقول لك رك تقدمتي بمعنى راه تطورتي وتغيرتي دابا غنشوفوا الإشكال أو السؤال اللي خسنا نجاوبوا عليه من خلال موقف ديالفلسفة السؤال غيكون على هده شكل هذا هل لي فكرة تقدم تاريخ منطق وغاية معينة وهل يخدع لي قوانين واحد ميات أم أنه سيروا نتيع شوائية اعتباطية بمعنى التاريخ واش كيتقدم لكن كيتقدم واش كيتقدم بوحد طريقة تصاعدية بمعنى كيكون كيخدع القوانين واحد ميات كيف مدرت لكم هنا كيتقدم بوحد طريقة شوائية اعتباطية راكت لكم عندنا جوجة الحالة كل فلسوف غيتطافق مع واحد الحالة دابا غنشوفوا الموقف ديالفلسفة وغنبدو بموقف الاول ديالكارم ماركس اللي كيقول لنا بأن التاريخ يتقدم عبر الصراع طبقي يعني هذا الصراع طبقي هو اللي كيخليها التقدم ديالتاريخ كيكون في واحد الارتفاع ودوك التقدم ديالو كيكون على شكل خطي تصاودي دائما غادي القيمة دائما في تصاودي ما امرو كيرجع الوراء صفي؟ وصراع طبقي شنون مقصود بي؟ رديجا شرحت لكم قلت لكم بأنه هو صراع ديالتابقة ديال المجتمع طبقة البرجوازية اللي هي الطبقة الغنية يعني الناس اللي عندهم الفلوس عندهم موسائل ديال الانتاج يعني اللي عندهم شكارة وده؟ كيكونوا في صراع مع الطبقة الفاقرة اللي هي الطبقة البروريطارية أو الطبقة الكادحة كيفاش كيكون هذا الصراع هذا؟ كدوك طبقة البرجوازية هم اللي كيفتحوا الشركة وبالتالي كيخدموا عندهم طبقة الفاقرة وكيستغلوهم كيحاول يخدموهم واحد عدد ساعة كثيرة من العمل وكييعتيوهم واحد القوة وواحد الجود وواحد تامرة بدون مقابل يعني واحد تامر اللي قليل بزاف نفترضو متلا واحد فتح واحد شركة كيمشي كيشري ليماشين باش غاد يخدمو ذوك الناس كيحاول يقلب على الناس اللي غاد يخدموا عندهم وكيعتيوهم واحد الخلصة إما شهريان ولا على الحسب النار نفترضو متلا كيعتيوهم واحد مية درام النار هذيك مية درام اللي غاد يعتيوهم مقارنة مع عدد الساعة اللي كيخدموه وكذلك تامر اللي كيديرو راه لا شيء لانهو من ذيك مية درام راه غاد يربح شي الف دران واضح بمعنى هو كيعتيوهم واحد نسبة قليلة ليا تقريبا واحد عشرة في المية وكي ياخدوا سعين في المية والمشكرة هو ما كل شي داروه بمعنى ما ليخدموا المنتج وما ليتطوروه وما ليصارو عليه وما ليخدمو عليه هو فقط جاو وفتح واحد المشروع در واحد شركة وكيعرفوا واغي في الأخر ديال الشريعتي والمنتجات ويبيعهم كيمشي كيتخلص فيهم وكيعتيوهم واحد نسبة قليلة صافي؟ هما ما كتكونش عجبوهم من الوضع ما بغينش دكش يعني الخلصة اللي كيتخلصوا قليلة بزاف ولكن كي يصبروا لانهو ما عندهم ما يديروا لانهو محتاج للقتل يومي ديالهم را كي يصبروا بالتالي ما كيكونوش وما حملين دكسيد اللي خدمين عندو وخا خدمين را ما حملينوش لانهو مكيشوفو بحال كيستغلوه صافي اخوان دوك هذا هو صراح طبقي دوك قلنا بان التاريخ يتقدم بالصراح طبقي وشكل ديال تقدم ديال وكيكون خطي تساعدي دائما غادي في ارتفاع وتحكموه حتمية وقوانين تطورية شنو المقصود بهذه الجملة هذي؟ بمعنى هذا الصراح الطبقي ولكي سهم لنفع تقدم ديال التاريخ بمعنى انهو حتمي ضروري غادي يوقع في التاريخ شي حاجة محتومة وشي حاجة ضرورية ما امرو غادي يحيد من التاريخ لان هذا الصراح الطبقي دائما غادي بقى مستمر دائما غا تلقى المجتمعات فيها جوش طبقة طبقة البرجوازية وطبقة الفاقرة طبقة البرجوازية يليك تفتح مشاريع وكتدير شركات طبقة الفاقرة يليك تخدم عن طبقة البرجوازية غا ناخده دبا غادي شمية ديالولاية المتحدة الأمريكية ليك تعتبر من الدول المتقدمة را كذلك عندها طبقة البرجوازية بصيرة مع الطبقة الفاقرة لأنه عندها شركة فتحها الطبقة البرجوازية وعندها الطبقة الكادحة اللي يخدمها عندهم بالتالي على السرع الطبقي دائماً غير قام استمر في التاريخ ما عمره يتراجع ما عمره يحيد صافيخوان كيقول لنا كذلك بأن السرع الطبقي يحدث من خلال البنية التحتية يعني البنية التحتية هي السبب لكي خلال السرع الطبقي وقع أنا غادي نشرح لكم شنو نقصد بنية التحتية كارل ماكس كيقول لنا بأن كل مجتمع فيه جوجة البنية فيه البنية التحتية وفيه البنية الفوقية شنو المقصود بالبنية التحتية؟ البنية التحتية كتكون كتهم لإقتصاد والمال يعني كتهم لمادة الفلس بالنسبة لبنية الفوقية كتهم درجة الوعي للناس اللي كيكونوا في المجتمع يعني التفكير ديالهم المستوى الفكري ديالهم الوعي الديني الوعي فلسافي الوعي الفني الوعي السياسي الوعي القانوني مهم لتفكير كيف يفكرون هذا الناس ما هو الوعي للهم ؟ بناسبة البنية التي يكون في المجتمع البنية التحتية تهم الاقتصاد يعني المادة البنية الفوقية تهم الوعي و الفكر عند الناس وهذه البنية التحتية هي التي تسبب لنا الصراع الطابقي ليس البنية الفوقية كارل ماكس يقول أن البنية التحتية تكون من ثلاثة المستويات يعني ثلاثة الشروط أول حاجة قوى الانتاج ثاني حاجة علاقة الانتاج وثالث حاجة نمط الانتاج قوى الانتاج شنو المقصود بها هو مجمول أدوات والوسائل التي ينتجوا بها الإنسان ما يحتاجوا إليه العمال والألات والأرض بمعنى شنو قوى الانتاج وما دوك الوسائل اللي كي ساموا لنا في المنتج دينا وما اللي بسببهم كنحاولوا ننتجوا مثلا عندنا واحد لوزين باش النتجوا فيه ضروري غدي خسنا العمال ضروري خسنا الآلة باش نخدموه وكذلك العرض العرض في هذه الحالة هي دوك الوزين صافي دوك هاتلية تتحويج وما اللي كيدخلو لنا في الانتاج دينا بالتالي كنسميهم قوى الانتاج لهم مجمول أدوات والوسائل التي ينتجوا بها الإنسان ما يحتاجوا إليه صافي المستوى الثاني اسمته علاقة الانتاج علاقة الانتاج وما دوك العلاقة اللي كيكونوا بين الناس أثناء عملية الانتاج المادي يعني داروا في شيء معماله للشركة راك تلقى العلاقات بين الناس العلاقة بين عامل وعمل آخر العلاقة بين عامل وكذلك الشف دياله العلاقة بين عامل ومدير ديال الشركة وده دوك هاتل شيء كنسميه بعلاقة الانتاج وعدنا كذلك نمط الانتاج اللي هو مجموعة علاقة الانتاج وقوى الانتاج يعني المجموعة ديالأدوة والوسائل باش نخدموه زائدت علاقة الانتاج صافي وعلى مرة التاريخ كانوا مجموعة من الانتاج يعني النمط باش خدمين دابا را ما شوه باش كنا خدمين في القديم دابرة كانين آلات كانين مصانيه كانت تكنولوجيا دوك الوقت تطورت في القديم اللي كانوا فقط آرديو مزاري وكانوا الناس كيخدموه وما كيلقوش الوسائل باش خدموه عشنو كانوا كيديرو كي ياخذوا الحجر كي يحاولوا ينحتوه وكي يحاولوا يستخرجوا منه آلات حادة بمعنى من الحجر ممكن يستخرجوا للجنوي يستخرجوا السيف يستخرجوا من شعر المهم الأدوات باش كيخدموه لأنه ما عندهمش الآلات كذلك في واحد الوقت كانوا الناس عابيد بالنسبة للناس اللي كيخدم عندهم يعني ممكن يخدم عنده واحد بدون مقابل لأنه كيتسمى عابيد بالنسبة لي كيخاف ما يقتلوشو لاشي هاجو كيمشي كيخدم عندهم صافي المهم كخلاصة على مرة التاريخ كانوا مجموعة من الانمط ديالانتاج وده كيقع علينا على صراع طبقي من خلال بنية تحتية ما هو هو؟ كيقع فعض الشروط له ليوم قوى الانتاج وعلاقات الانتاج ونمط الانتاج يوقع واحد تطور أو واحد تغيير في قوى الانتاج بمعنى العمال كيتطوروا ولا الآلة كيتطور ولا الأرض كيتطور وهذه علاقة الانتاج ما كيتقبلوش التطور هذا ما كيف يبغيوش كيقلك مثلا نبغينا نستعمله غيطوك الآلة اللي كنا كنخدمو بهم في القديم لا يريد التطور هذا بالتالي يقع بيناتهم واحد الاستضام بين قوى الانتاج وعلاقة الانتاج من الذي يقع الاستضام هذا و يدبزه بينتهم يتنشأ عليه ما يسمى بصراع طبقي صفي؟ هذا الصراع طبقي يحدث من خلال البنية التحتية لتكون من قوى الانتاج وعلاقة الانتاج ونمط الانتاج كيف يقع؟ يقع واحد تغيره و تطور في قوى الانتاج بمعنى الأدوات تطوره ما يتقبلوش علاقة الانتاج كيف يقع واحد الاستضام بينتهم بالتالي ينشأ عليه ما يسمى بصراع طبقي صفي اخوان هذا هو المقصود موقف ديلا كارل ماركس ينبي ان التاريخ يتقدم بواحد طريقة اعتباطية بمعنى طريقة عشوائية غير منطمة ما فيهاش واحد صراع طبقي لي كيكون دائما مستمر وانما كيكون واحد صوضف واحد الحواج لي كيكونوا مفاجئين لي كيجيوا على مر التاريخ واشنو مادل عواجاتو بحلو حروب العالمية اللي كيجوا في التاريخ يعني ممكن الاقتصاد يكون غادي في واحد تقدم ديشي حرب عالمية غا تهبط لي كل شي يعني الاقتصاد ما غاديشي بقفة في تقدم غايت راجع الوراء بالتالي هادو صوضف اللي كيوقع في التاريخ كذلك العصر بالنسبة التاريخ فيه مجموعة من العصر فيه العصر الحجري فيه العصر كذلك البرونزي فيه العصر الحديدي قد العصر هادو جا بواحد طريقة لمفاجئة ما عرفناش متوقعات يعني احنا ما عارفينش دابة شنو غاديوقع مازال في التاريخ بمعنى كيجي داك شي مفاجئ كيجي داك شي متغير ما كيجيش بواحد طريقة اللي كتكون مستمرة ولي معروفة بحل سير الطابق اللي كين عند كارل ماركس دوك هنا كيكون الشكل ديال التقدم ديالو عشوائي ارتباطي غير موانطم موسيقى السلام عليكم اخوان مرحبا بكم في فيديو جديد فإن هذا الفيديو غادي نحاول نكملو ليكم من فهم ديال تاريخ وغا نشوفو المحور الاخير ها هو دور الانسان في التاريخ بانسببو لمحور هاده غادي خسنا نعرفوشنو الدور لي كيلعبو الانسان في المصار ديال التاريخ بمعنى دوك الاحدات والواقع التاريخي اللي كتوقع في التاريخ واش الانسان اللي كي متدخل فيها ولا كتوقع بوحدة ترسر الى موسيقى دوك بالنسبةل مفهم الاول من فهم التاريخ هذا يتعطى من فهم مركزي راديجا شرحناه وقلنا بأنه مجموعة من الأحداث والواقع في الزمان الماضي وفي علاقتها بالإنسان كل منهما يمكن أن يحدد الآخر بالنسبة للسؤال اللي عدنا مطرحوا اللي خسنا نجاوبوا عليه هو ما دول الإنسان في مصر التاريخ بمعنى كيفما قلت لكم غادي نعرفوه واش الإنسان هو اللي كيصل علينا التاريخ ولا التاريخ هو اللي كيصل علينا الإنسان بنتمع موقف الأول بالكرمركس والكرمركس يقول لنا بأن الإنسان هو اللي يتحصل علينا التاريخ بمفاقوا بالهجory و影片 يخلص علينا التاريخ وعروة لكي لا تحصل عليه وإنما نذاوي الانسان مثلا بال非常的ικά على ريال الانسان على طede الحرب العالمية عند الناس وهجي لا تدخل الانسان فإنما نوعي الانسان فوضول اللي لم يقع هذا الحادث وكيف كيوقع لنا هذا الأحداث نظام تلك كنما تحصل علىative الايت تاريخية صراع طبقي سرع طبقي سرع طبقة المجتمع طبقة البرجوازية بمعنى الطبقة الغنية تكون في صراع مع الطبقة الفقرة الطبقة الكادية بمعنى دائما على مرة التاريخ يكونوا مدابزين واحد صراع بينهم دائما يكونوا مدابزين ومن خلال هذا الصراع يتولدون لنا بجموة من الأحداث التاريخية بالتالي هنا الانسان هو اللي كيصنع لنا التاريخ سفي هنا كرو ماكس شخصناك بأن الانسان والي كيصنع التاريخ من خلال ممارسة الصراع الطبقي وكذلك ممتون التاريخ كيف يصنع liked الانسان بأنه كيف يصنع لنا لأنه ما ي Ryg ella مثل من البعض هيتلر كل كل ذلك دائما يدكே التاريخ هو اللي يصنع هو اللي يخلى ذاكي الانسان يكون مشعوره يكون معروف يكون بطر. صافي؟ هذا هو المقصد موقف ديال كارل ماركس. سنحاول نقرأ لكم موقف كيف ما كتبت لكم باش تفاهموه. ينبني تصور كارل ماركس على منظور جدالي لعلاقة الإنسان بالتاريخ. بمعنى العلاقة الجدالية هي أن الإنسان كيصنع التاريخ وكذلك التاريخ هو مهمتو كيصنع الإنسان. فالإنسان يصنع تاريخه من خلال ممارسته للصراع الطبقي. كيف ما قلت لكم الإنسان كيصنع التاريخ دياله من خلال ممارسته للصراع الطبقي. ليو الصراع ديال طبقة المجتمع برجوازية ضد الفقيرة. غير أن كو الإنسان يصنع التاريخ لا يعني أنه يقوم بتوجيهه وفق إرادته الخاصة. وإنما يعني أنه ينتج التاريخ من خلال آليات صراع طبقي. بمان الإنسان ماشي وليك يبغي تصراع من خلال إرادة دياله. وإنما الضرورة هي لكي تخلي تصراع. وفق الشروط التي ينتج هذا الأخير تبع لأطواره ومراحله. ذلك أن الإنسان عند ماركس من حيث هو صاني للتاريخ ليس فردا وإنما هو طبقة اجتماعية. بمعنى ممكن يكون طبقة برجوازية ولا طبقة فقيرة. فعبر التاريخ الإنساني تتصارع طبقة الاجتماعية من أجل الوصول إلى السلطة السياسية داخل المجتمع. كذلك ممكن يكون صراع على المستوى السياسي. لماذا تلقى دبا في السياسة كي يكون صراعات؟ واحد يريد أن يكون حسم الآخر. واحد يريد أن يصل إلى حكم حسم الآخر. دوك دائما تلقصر على المستوية السياسية كذلك الاقتصادية والإيدولوجية. لا يقف عند المستوى السياسي فقط وإنما هو يمتد إلى المستويين الاقتصادي بمعنى كيتصارع على الفلس. والإيدولوجي بمعنى كيتصارع على المستوى الفكري ديالهم كل واحده الأفكار دياله كل واحده الطموح دياله. وعلى هذا المستوى الأخير المستوى الإيدولوجي يبرز دور التاريخ في تشكيل الوعي الطبقي والوعي الفردي على حد سواء. فليس وعي الأفراد هو الذي يحدد وجودهم الاجتماعي بل على العكس من ذلك فإن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم. وبالنتيجة ومدى ما الوجود الاجتماعي ووجودا تاريخيا بالضرورة فإن التاريخ هو الذي يصنع أولي الأفراد. أي أن التاريخ يصنع الإنسان بقدر ما يصنع الإنسان التاريخ. صف يا إخوان دكا خلاصة على هذا الموقف هذا بالنسبة للدور الإنسان في التاريخ. الإنسان يصنع التاريخ من خلال ممارسة ديال الصراع الطبقي. وكذلك تراح التاريخ كيصنع الإنسان لأنه هو الذي يقضي بطل ولي يخضي الاسم دياله كيكون مذكور على مصر ديال التاريخ. دا بغى نشوف الموقف الثاني ديال هيكل اللي غادي عرض لنا للموقف الأول ديال كار ماركس. بمعنى ما غاديش يقول لنا بأن الإنسان كيصنع التاريخ. وإنما غايقول لنا بأن التاريخ هو لي كيصنع الإنسان. بمعنى دوك الأحدى التاريخي اللي كيوقعو. رمشي الإنسان اللي كيدخل فيها. وإنما كتوقع أوتوماتيك مو من تلقاء نفسها غنأتكم جمعة من الأمثلة حسب التفسير ديال فريديريك هيكل لي كتفسر لنا عطل أمورها مثلا مني كتزاد وكتلقى راسك في شي دولة فاقيرة ركما شينت اللي اختارتي أنك تزاد في ديك الدولة فاقيرة وتبقى فاقر وإنما التاريخ هو لي خلاك تكون فاقر بما نتزادي تلقتي التاريخ خلا ديك الدولة تكون فاقيرة صافي دوك هذا الشيء ودوة تفسير ديال هيكلة كيف يفسر لنا عطل أمور هذه بمعنى كي قلنا بأن التاريخ هو لي كيتحكم في الإنسان ما كيخليش حور ما كيخليش ديال اللي بغا ما كيخليش يصنع تاريخ دياله بنفسه وإنما التاريخ هو لي كيصنعه كيتزاد كيلقى راسك فاقير رغي يبقى فاقر غدي تزاد غيلقى حرب رغي الحرب ماشي واليصنعه وإنما أوتوماتيك مو تصنعت صافي دوك هذا هو التفسير ديال فريديريك هيكل غالقرأ عليكم موقف دياله يؤكد الفيلسوف الألماني فريديريك هيكل على أن التاريخ صيرورة من الأحداث وقعت في الزمان الماضي بمنى التاريخ ومجموم الأحداث اللي وقعت في الزمان الماضي واتخدت من الإنسان وسيلة لبروزها ولضامان بقائها عبر التاريخ بمنى الإنسان لم استغل من تاريخ تاريخ استغل الإنسان خلا بأنه يكون وسيلة بشي وقع دوك الأحداث التاريخية صافي لذلك فالإنسان ليس فاعلا بمعنى ما شي هو اللي يتحكم في التاريخ بل هو نتاج له لأن التاريخ حسب هيكل عبارة عن عقل ماكر يجعل الإنسان يعتقد أنه هو من يصنع التاريخ لكنه في الحقيقة جاهل بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الضواهر صافي إخوان دوك هذا هو الموقف الثاني ديال فريديريك هيجل اللي كاي قولنا بأنه التاريخ هو اللي يصنع الإنسان بمعنى هو اللي يتحكم فيه بشي الإنسان هو اللي يصنع التاريخ ده بغا نشوفوا الموقف الثاني ديال سارتر اللي غادي عرض لنا الموقف الأول ديال كارل ماركس وغاي قولنا بأنه الإنسان يصنع التاريخ دوك هادي متفق مع كارل ماركس لكن التاريخ يستلب الإنسان هنا ضده بمعنى التاريخ كي يحقر على الإنسان كيفاش كي يحقر عليه؟ أنا غا نعطيكم جمع من الأمثلة باش تفهموا ده بغا نفسروا الإنسان كيفاش كي يصنع التاريخ كي يصنع التاريخ من خلال ممارسة ديال سارة طبقي كيف ما قال لنا كارل ماركس وغا نعمل على المال للميني يصنع عندما كان على الماللا غا ديال نختار واحدا عامي أن ت líعوى في ألود الوزين عندما كان شهرا و شهرا باهتمواني at least to work وصلJo التاريخ كي حقروه كي خليه يكون بحال واحد الالة خصو يخدم باش ياخد الفلوس باش يعيش دوك لما خدمش وما كانش بحال واحد الالة لي كتخدم رما غاديش يتجازه وياخد الفلوس باش يعيش بالتالي هنا التاريخ دائما كي حقر الانسان صافي اخوان دو كادش ان شاء الله غادي تفهموا من خلال الموقف كيف ما نقرأ لكم دابا اذا كان المنظور الماركسي بمان المنظور ديال كارل ماركس اللي علاقة الانسان بالتاريخ ودوره فيه ينبني على تصور ديالكتيكي شنا نقصد بتصور ديالكتيكي بمانه هو دك التصور اللي كي logistics لانسان كي نتصنع التاريخ وممطوا تاريخ اصنع الانسان لحركة التاريخ ولي العلاقة بينه وبين الانسان فان رؤية جون بول سارتر تتأسس على النقد العقل ديالكتيكي بمعنى كاتعرض لنا على التصور المزدوج اللي كيقولنا بأن الإنسان كسنا التاريخ وأميمتون التاريخ كسنا الإنسان. ذلك كأن الفلسفة الماركسية في نظر سارتر. الفلسفة الماركسية بمعنى الفلسفة ديال كارماكس. في نظر سارتر تنطوي على خطر تحويل الإنسان إلى مجرد آتات. فهمتوا إخوان ذوك الإنسان كيتحول بحل واحد الأداة عاملة. فييد شروط المادية بمعنى أن تكون واحد الأداة فييد المال فييد الفلوس بمعنى أن تخدم حركة التاريخ. وهو ما يجعلها بطريقة أو بأخرى تتحول إلى فلسفة غيبية. هنا كيرجع لنا سارتر الموقف الشاهر دياله ديال الحرية اللي كنا شفنا الشخص بينا ضل الحرية. كيقولنا بأن الإنسان حر بمعنى لا تزد فقير را ممكن يحول راسه من الفقر الغينا. بمعنى يمشي خدم ويدمر على راسه ويقرام زيان ويتكون ويوصل إلى واحد المرتبة زوينة. وكيغير المصير دياله بنفسه. هناك كل إنسان قادر أنه يتحكم في التاريخ عنده الحرية باش أنه يحول راسه من الفقر الغينا. كما شفنا في الموقف دياله في الشخص بينا ضل الحرية. من قدراتي على الفعل وعلى التأثير في التاريخ وصناعته بمعنى آخر فإن السؤفة الماركسية يؤدي إلى تحويل التاريخ إلى عامل غيبي يتحكم في مصير الإنسان وفي وجوده. وينتهي إلى تحويل الماركسية من فلسفة مادية إلى فلسفة تنفيه عن كو الإنسان يمتلك حرية الإرادة والاختيار. دوكا خلاصة لهذه المواقف كاملة اللي شفنا. بالنسبة للمواقف الأول ديال كار ماركس. كيقولنا بأن الإنسان يصنع التاريخ من خلال ممارساته للسرع الطبقي. وكذلك ممتوط التاريخ كيصنع لنا الإنسان. كيفاش كيصنعوه؟ لأنه هو اللي يجعله مشهور. هو اللي يجعل ذلك الاسم ذلك للإنسان تذكر على مار التاريخ. ومتلكم مثال ديال هيتلاب دائما مذكر في التاريخ. دوكا هنا التاريخ هو اللي يصنعوه. امشوا من موقف الثاني ديال سرطر. هنا كيقولنا سرطر بأن الإنسان يصنع التاريخ من خلال كذلك ممارسة للسرع الطبقي. ولكن التاريخ يستلب الإنسان بمعنى التاريخ يحكير على الإنسان. لأنه كيخلي بحل واحد الأدات اللي كتكون عاملة. يعني واحد الأدات اللي كيتحكم فيها التاريخ. وكيقول لها خاص كتقلبي على الفلوس باش تعيشي. بالنسبة للموقف ديال هيتلا. كيقولنا بأن التاريخ هو اللي كيصنع لنا الإنسان. لأن الإنسان ما عندوش الحرية والقدرة باش أنه يتصرف. ويحويل الأحداث التاريخية والتاريخ دياله كثما بغى. بمعنى لا تزاد فاقير رخصو يبقى فاقر. لأن التاريخ هو اللي يتحكم فيه. ما عندوش الحرية باش أنه يتحويل من فاقر الغاني. سفيضون كالشيلي كينا اخوان فاد للمحور هذا. وكاتمنا إن شاء الله توافق الجميل. اشتركوا في القناة